حثى البابا فرانسيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف دوامه العنف في أوكرانيا مستنكرا بشدة عمليات ضم المناطق المخالفة للقانون الدولية كما وجه البابا نداء إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي لكي يكون منفتحا على اقتراحات السلام الجدة هذا وأعرب البابا عن أسفه بسبب الوضع الخطير جراء التصعيد النووية الذي أثار مخاوف من عواقب كارثية لا يمكن السيطرة عليها على المستوى العالمية ترجمة نانسي قنقر